لأولى جوالات مرحلة الإياب رجاء الرياضي الذي بدأ الموسمة متقبلا وختم مرحلة الذهاب في المراكز المتقدمة يسعى في الشطر الثاني من البطولة في السير على نفس النهج التناسقي والظهور بشكل جيد وأما مغرب أتليتيك تتوان الأحد المقبل نتابع روبرتاج لينزه السعيدي وصلاح بدري بعد نهاية الشطر الأول من البطولة الوطنية يستعد فريق الرجاء البيضاوي لمواجهته المقبلة أمام فريق المغرب التتواني مباراة الذهاب انتهت بنتيجة التعادل هدف للكل لعبوا الفريق الأخضر بقيادة المدرب جوزي روماو عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل التحديات لنا في الخارج نحن نعلم أن الجميع يأتي بمجموعة لكننا نحن هنا لتحقيق نتيجة إيجابية لتحقيق المغرب التتواني لتحقيق نتيجة إيجابية مباراة الذهاب نحاول أن نكونوا بيانا مباراة نتعلاقا إن شاء الله بالنسبة للمقابلة القادمة يكون مقابلة قوية مفارق المغرب تتواني اللي حامل البطولة السنة الماضية فريق الرجاء البيضاوي تمكن من تغيير سيناريو المتعثرة في مرحلة الذهاب ليلتحق بأصحاب المراكز المتقدمة في الترتيب العام لتحقيق نتيجة إيجابية ولكن بعد ألسام راتب التصوير المتحدة بأنها حقًا ميزيطة للمشاركية وإنهال أحباد شعرت العمل والأنهات لنا سورجيء من فراق رجاء مداي هي قمة مبكرة مع قص شارط الإياب الأكيد أن الانتظارات كثيرة منها والأكيد أن الكل ينتظر منتوج كروي يرقى إلى التطلعات موسيقى